السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسنا جديد إذا كنت المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو اللي يصلكم كله جديد البعض تابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تشاهد الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر الجرس اللي يصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتحدث في هذا الفيديو عن Regular Verbs يعني الفعال الشاذة ماذا تعني الفعال الشاذة؟ عن تحويله من المضارع الماضي نضيف الفعل D أو E D أيضا نتكلم متى أستخدم الأفعال بحالة Present Continuous المضارع المستمر بحالة Present Perfect أو Past Perfect الماضي التام أو يكون عندنا أيضا Past Continuous إذن الماضي المستمر الكثير يخطى ولا يعرف كيف أستخدم الأفعال وكيف أستخدم الأزمنة بشكل سهل تابع معنات الفيديو الكثير من المعلومات التي تسهل عليك استخدام الأفعال الشاذة والأزمنة باللغة الإنجليزية بشكل صحيح وسهل كما نعلم لدينا الVerb الفعل يكون مكانه ثاني موضع فيها الجملة يعني الفاعل بعد الفعل وتكملت الجملة الفعل إما يكون Regular يعني فعل نظامي أو يكون Regular إذن فعل شاذ ماذا يعني فعل نظامي؟ يعني إذا عدنا الفعل Like يحب نريد أن نحوله على الماضي فقط نضيف D تصبح Like 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 فقط ضفت D لأنه موجود عندنا ال-E إذن قاعدة نضيف E-D لنحاول الفعل منظاره إلى الماضي لدينا الفعل Want إذن يريد فقط نضيف له E-D Wanted بمعنى أرادة إذن وضعنا E-D الفعل الشاذ لم نستطع نضيف له E-D يعني Eat لن نقول E-Ted هذا خطأ إذن يصبح E-T بالماضي E-T أكل أكل اللاحظ تغير بعض أو ترتيب الأفعال مثل عندنا الفعل Go تصبح Wind بهذا الطريقة ممكن شخص يسأل يا أستاذ متى أعرف أنه نظامي أو غير نظامي أو شاذ يعني غير نظامي يعني شاذ يعني شاذ عن قاعدة ال-E-D لماذا نسميه شاذ لأنه لا نصع نضيف له E-D إذا رأيت الفعل منتهي ب-E-D هذا فعل regular فعل نظامي إذن يكون منتهي بيدي بحالة الماضي وأسمي المفعول يعني تصرف الثالث هذا الفعل شاذ كيف نعرف من ناحية الشكل لكن يجب أن تحفظ الأفعال بصم من خلال طبعا الممارسة والمتابعة تكون تعرف هذا الفعل نظامي أو شاذ بشكل سهل طبعا أخذنا في فيديوهات سابقة اللي حب يدخل على قائمة التشغيل اسمها verbs الأفعال كيف أتعلم الأفعال الشاذ باللغة الإنجليزية وطريقة طبعا سهلة لكن كيف أتعلم مع هذا الأفعال الشكل الأول للفعل نسميه present إذن مضارع الشكل الثاني نسميه present participle إذن نسميه اسم الفعل يكون قبل هذا الفعل am is are أو was where والفعل نضيف له ing الشكل الثالث بيكون عندنا past الماضي يتحول الفعل من become يصبح became الشكل الآخر أو الرابع past participle إذن اسم المفعول يكون قبل have و has had إذن يصبح become إذن become يصبح becoming يصبح الآن بهذه اللحظة أو كان يصبح بلحظة ما وعدنا became أصبح become أيضا صابح أو لقد أصبح من خلال الآزبنة اللاحظة الشكل الأول نستخدمه بالpresent simple إذن بالمضارع البسيط مثلا many people become students become students every year يعني يصبح العديد من الناس طلاب كل سنة إذن استخدمنا become بحالة present simple المضارع البسيط الحالة الثانية نستخدمها بحالة المستمر يعني الفعل بالشكل الأول فقط نضيف له ing ويكون قبله am is are بحالة present continuous المضارع مستمر was where بحالة past continuous الماضي المستمر مثلا i am giving him a present إذن أنا أعطيه هدية إذن في هذه اللحظة إذن أنا أقدم له هدية وأعطيه هدية اللحظ i am giving نسمي هذا present continuous إذن مضارع مستمر بالماضي بدأ عن am أضع was i was giving him a present نفس الجملة فقط بدأ الآن وضعت was i was giving يعني كنت أعطيه هدية في تلك اللحظة كان مستمر في لحظة ما من الماضي الفعل عندما نضيف له ing استخدم بالأزمة المستمرة يعني عندنا زمانين بالمستمر يكون عندنا present present continuous أو يكون عندنا past continuous لدينا الشكل الثاني للفعل عندنا become ضفنا له ing لإستخدم الأزمة المستمرة الشكل الثاني له became إذن أصبح gave أعطى مثلا he gave me a book إذن he gave me a book أعطاني أعطاني كتاب أعطاني كتاب اللحظة استخدمنا الفعل gave بالماضي أو مثلا he became an engineer إذن هو أصبح معلم إذن لاحظ استخدمنا الفعل بالماضي بالماضي البسيط simple post he gave me a book إذن أعطاني كتاب هذا نستخدمه بالsimple post إذن الماضي البسيط الشكل الثالث عدنا become becoming became become give giving gave given الشكل الثالث نستخدمه بالأزمة التامة إذن بالperfect مثلا عدنا present perfect إذن مضارع تام عدنا past perfect إذن الماضي التام he had given me a present إذن لقد أعطاني هدية إذن نستخدم الفعل give بالشكل الثالث given he had given me a present إذن لاحظ had وبعدها given لا سأعنا نقول had give إذن دائما الشكل الثالث نستخدمه يكون قبله have أو has أو عدنا had إذن have و has بالpresent perfect المضارع التام had بالpast perfect الماضي التام ونستخدم الشكل الثالث للفعل إذن اللحظة الفعل drive الشكل الأول نضيف له ing driving بالأزمة المستمرة drove إذن الماضي البسيط driven إذن أزمة التامة drive he drives his car every day يقود سيارته كل يوم لحو وضعنا اسم الفرد الغائب إذن الفعل drive بالمضارع البسيط present simple present simple إذن المضارع البسيط driving إذن استخدمها مع الأزمة المستمرة he is driving his car يعني هو يقود سيارته now الآن إذن نسميه present continuous بالماضي فقط نستبدل is بwas تصبح he was driving his car كان يقود سيارته نسميه past continuous إذن ماضي مستمر الفعل إذن مضاف ing يكون قبل am is r على حسب الفاعل أو يكون عدنا was where بالماضي المستمر اللحظ he is driving he was driving فقط الفاعل drive ضفنا ing طبعا دائما عندما ضيف ing أحذف e وضيف ing اللحظ دائما ing ما نستخدم قبلها e تحذف عندنا drove إذن بالماضي he drove his car يعني قادة أو ساقة سيارته إذن نسمي هذا simple pass إذن ماضي بسيط الشكل الثاني الفعل drive يصبح drove قادة أو ساقة بالشكل الأول بالأزمنة المستمرة هذا نسمي simple pass إذن ماضي بسيط الشكل الثالث driven drive driving drove driven هذا نستخدمه بالأزمنة التامة عندنا he has driven his car لقد قادة أو ساقة سيارته اللحظ has والفعل بالتصريف الثالث إذن مضارع تم إذن نستخدم الماضي التام فقط has نحاول على الماضي تصبح he had driven his car لقد قادة سيارته إذن هذه بالماضي التام نسميه past perfect إذن ماضي تم بدلا عن has وضعنا had بعد هذا استخدمنا driven أيضا هذا بعد ها driven إذن شكل الثالث للفعل الأخير نستخدم بالأزمنة التامة perfect يما يكون present perfect أو past perfect نسميه past participle إذن اسم المفعول الشكل الثاني بالsimple past الماضي البصير نسميه past أو past الاثنين صحيحة present participle إذن اسم الفاعل يكون قبله am is are was where الفعل الفعل بالشكل الأول فقط نضيف ing وشكل الأول الفعل نستخدمه بالpresent simple إذن المضارع البسيط بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلم فيه عن كيفية التعامل مع الأفعال الشاذ كما قلنا لدينا ثلاث أشكال الفعل إذن نسميه present وعدنا past وعدنا past participle إذن اسم المفعول الفعل بالشكل الأول نضيف ing نسميه present participle إذن اسم الفعل نستخدم بالأزمن المستمر إذن يصبح لدينا أربع أشكال الشكل الأول ب زمن simple present المضارع البسيط الشكل الثاني ب present continuous المضارع المستمر أو was aware والفعل المضارع ing نسميه past continuous إذن الماضي مستمر الشكل الثالث نسميه past نستخدم participle إذن اسم المفعول نستخدمه في الأزمن التامة إذن قبل الفعل have أو has أو had والفعل بالتصريف الثالث وأيضا لدينا نوعين الفعل النوع الأول نسميه regular verb فعل نظامي والفعل irregular verb فعل شاذ الفعل النظامي من المضارع إلى الماضي نضيف د أو اي د إذا كان الفعل متهي بإي فقط نضيف د منتهي بإيدي هذا الفعل نسميه regular فعل نظامي من خلال المتابعة والاستمراري كما قلنا تعرف هذا الفعل نظامي أو هذا الفعل شاذ بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم أتمنى أقدم الشيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته